اعزائي المشاهدين يلا ولا ايه اه يلا اعزائي المشاهدين لو عايزين تشتروا اي عربيات او قطع غير هتلاقوا لينك الموقع اللي ممكن تشتري من عليه موجود في وصف الفيديو والاسعار برضو هتلاقوه هناك نبدأ الحلقة انزل بالانتر اعزائي المشاهدين النهاردة هتكلم عن قطعة حيارة ناس كتير وحيارتني معه وهم حياروني القطعة دي البادي دامبر مبدئين اللي انا عامله هنا ده مش بادي دامبر ده بادي دامبر بالمناسبة دي عربية مدرسابق صاحبنا اسمى يوسف مساقف له على اللي هو عاملو فيها في الاول كده احنا بنحط الوزن ليه بنحط الوزن بعد ما بنركب مطور قوي على العربية عربياتنا معروف انه وزنها خفيف معمولة من بلاستيك وزنه خفيف فلما بيتركب مطور قوي على العربية العربية تبتدي تخرج من التراك بتيجي عند الملف وتطلع او بتيجي عند اول مناط تخرج برا التراك لان سرعتها عالية وزنها خفيفة فيحنا بنجيب الوزن اللي هو زي ده قطع كده من الحديد ليها وزن معين بيبقى مكتوب عليها الجرام بتاعها ممكن تقس على منزان حساس بنجيبها وبنركبها في اماكن معينة في العربية عشان نزود وزن العربية فالعربية لما سرعتها هتعلق ووزنها تقيل شوية فيبقى المطور شايل حاجة بيجري بيها فما يخرجش برا التراك الخطوة اللي بعد كده انك تخلي الوزن ده بيتحرك ان الوزن يتحرك دي حاجة اسمها دامبينج دامبينج يعني امتصاص للصدمة يعني العربية دي لما بتترزع كده الوزن ده لما يتحرك هيوفر على العربية رزعة يعني لو انا جبت عربية فاضية ما فهاش وزن زي العربية دي وقررت ان انا ارزعها العربية هتتنطط تلت اربع مرات على ما تبتدي تثبت لكن لو العربية فيها وزن بيتحرك فلما هرزعها كده هتتنطط تنطيطة او اتنين والوزن هو اللي بيتنطط الباقي فهو بيوفر على العربية تنطيط اهم حالك كلمة بيوفر دي لان فكرة وفكرة هي ان هو بيوفر حاجة العربية بتعملها تمام فالعربية بدل ما تترزع وتتنطط الوزن ده بيتحرك حركات زيادة فبيوفر على العربية باقي التنطيط ده كل ما المسافة بتاعت ان الوزن ده هيطلع لفوق بقت اكتر كل ما بقى المساحة بتاع تصاص الصدمة اكبر يعني لو العربية المسافة مثلا لحد هنا نص المسمر ده والوزن ده نزل والمفروض ان الوزن ده يتحرك خمس حركات لو المسافة دي اقل هيتحرك حركات اكتر تحرك واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة اتنين عشر كل ما المسمر ما يطول كل ما حركت الوزن ده هتبقى اقل هتطلع واحد اتنين تلاتة فهتوفر عليها ورضو ان هي تاخد وقت على ما تثبت على في فكرة جد احدهم يعني اعرف شو مين ان هو يخلي بدل ما الوزن ده يطلع من من هنا لحد هنا بس هيطلع مسافة من هنا لحد هنا ويمشي مسافة كده فالدمبر بيطلع من هنا لحد هنا شايفين المسافة دي اكبر من مصمارين تلاتة ومسافة دائرية قدام فتخلي العربية تدي سنة ميل قدام فالوزن ده هيطلع كده يميل كده خلي العربية تنزل 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 على الارض نقولنا ده مش بادي دامبر فالبادي دامبر بقى ليه ثاكرة تانية طيب احنا بنجيب البادي بنجيب بادي زي ده مسلا وبنجيب اف اربهاية زي دي وبنحطها كده بنربطها بقى بمصمارين نلزقها بلزق نربطها باي حاجة بس هي بتتحط في البادي كده تمام وبعدين علامنها وعلى شمالها هتخط الوزن بتاعك في مصمار زي ما انا عامل في القطع دي وبعد كده انت محتاج اتنين اف ار بي كمان يطلعوا من البادي كده لقدام تمام والاتنين دول هيركبوا في الشاسية بتاع العربية باي طريقة في طرق كتير جدا وفي فيديوهات كتير جدا لعمل في ناس تركبها على مصمارين في ناس بتركبها على اكس وتعمل حاجة بتروح وتيجي في واحد صاحبنا زي يوسف عاملها على مفصلة بتاعة شباك او مفصلة بتاعة بوكس قديم انت ممكن تعملها باي طريقة ممكن نتكلم في الطرق بتاعة في فيديو تاني انت بعدها بتعمل كده بدل ما هو بقى كله هيتحرك يطلع لقدام وينزل لتحت انا ليه بقول على اللي عندي في العربية ده مش لان البادي مش موجود اللي متركب ده زي ما تقول كده ايه اه هي قطعة كبيرة وانا اسقصت فيها شوية وركبت فيها مصمرين وعملت لها مكان ان هي تنزل قدام فاتتحرك كده فبقت شبه البادي دامبر شوية بس هي ما فيهاش البادي زي ما هو تحت وبالمناسبة انا عامل حتة تحت القطعة دي عشان لما تنزل على الوش البلاستيك ما تكسروش او ما تجرحوش الفرق ما بين دي وما بين البادي دامبر ان البادي دامبر احسن شوية ليه لان لما البادي بيفتح بيعمل سنة في اه زي فرامل الطيارة كده للطيارة ما فيهاش فرامل على الارض ما فيهاش عجل الطيارة طايرة فالجو فالجناحات بتاعتها بتفتح زي حاجة كده بتصد شوية هوا فلما العربية تبقى طايرة البادي بتاعها هيكون مفتوح فبيصد شوية هوا فيبطأ العربية في الجو شوية فتنزل على الارض بدري فتكمل السباق لو عربية زي دي ما فيهاش وزن وسرعتها عالية وهتنط من التراك يعني في مطلعة فهتنط دي حاجة اسمها تيك اوف زي الطيارة هتعمل اقلاع فالعربية وهي طايرة هتكمل هتطلع الارتفاع معين ولنفترض ان وزنها مع قوة سرعتها دي هتطلعها مثلا خمسة متر فهي هتطلع على خمسة متر وقعدين تنزل ممكن تنزل دي برا تراك طيب لو حطينا فيها وزن زي ده كده فبدل ما تطلع الخمسة متر هي هتطلع ثلاثة متر بس وده هيفضل يتحرك بالمترين الزيادة فالعربية هتنزل شوية بدل طيب لو بقى فيها اكتف دامبر او بادي دامبر فلو فيها اكتف دامبر زي اللي أنا عاملو ده هي هتطلع مثلا بدل الخمسة متر 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 واحد وده هيطلع بدل الاربع متر البقائين لحد الاخر وده هيتحرك وهيوصل للنهاية الحد هنا وكمان هيميل العربية سنة القدام فهتنزل توصل للارضة اسرعة طيب لو فيها بقى بادي دامبر فهو بدل ما هتطلع على الخمسة متر هتطلع على نص متر وكمان هيحصل فيه دون فورس هيبطقها في الهواء عشان البادي هيفتح هيبطقها سنة في الهواء فهتنزل بدري ساعتها هتكمل على التراك بدري وكمان لما تنزل على الارض تترزع البادي هياخد الصدمة وكمان يعني البادي هيمتص الصدمة والدامبر وهي بتتحرك معاه هيبقى فيه امتصاص للصدمة كاملة فالعربية هتنزل تكمل جري مش هتوقف مش هتتنطط في مكانها واحتمالية ان هي هتخرج برا التراك هتقل جدا ممكن انت ونصيبك بقى او انت وطريقة عمل البادي دامبر بتاعها طيب بتنسوش تعملوا لايك وشير ولو انت على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وشغلوا جارة التنبيهات عشان يوصل لكم الفيديوهات اول باول وكمان ايه انا كنت عايز اقول حاجة او لو عايزين تشتروا اي حاجة من العربيات او قطع الغيار برضو هتلاقيوا اللينك بتاع الويبسايت موجود تحت الفيديو في الديسكريبشن هتلاقيوا بقى عليه كل العربيات وكل القطع اللي انتوا عايزينها وهتلاقيوا عليه اسعار كل حاجة وكمان تقدروا تطلبوا من عليه اونلاين والحاجات بتوصل لحد البيت او لحد العنوانة اللي انت بتحطه يلا استنوني اشتركوا في القناة